بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي يندرج ضمن مدخل التزكية القرآن الكريم هذا الدرس يندرج ضمن دروس لوحدة الخامسة الأسبوع الخامس والعشرين وعنوان الدرس هو صورة نوح الآيات من الآية الخامسة إلى الآية الثلاثة إذن نبدأ بتعرف أهداف هذا الدرس أول هدف من أهداف هذا الدرس هو ترتيل الآيات الكريمة وحفظها واستظهارها مع تطبيق أحكام التلاوة الهدف الثاني هو التعرف على صبر وإصرار ومواضبة نوح عليه السلام في دعوته لقومه ثم الهدف الثالث هو التحلي بقيمة الصبر والإصرار إذن قبل أن ندخل إلى هذا الدرس نذكر بما تعرفتم عليه في الحصة السابقة تعرفنا في البداية على صورة نوح وعرفنا أنها صورة مكية ومعنى هذا أنها صورة نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وعرفنا أن عدد آيات هذه الصورة هو 30 آية وبالنسبة لموضوع الصورة فقد تناولت هذه الصورة بالتفصيل قصة سيدنا نوح عليه السلام ودعوته لقومه بالنسبة للآيات الأربعة الأولى التي تعرفتم عليها في الدرس السابق فقد تحدثت عن إرسال الله سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه السلام إلى قومه وإن داره لهم من العذاب إنهم بالغوا في الكفر والعناد والتكديد الآن ندخل إلى الدرس الجديد ونبدأ بالاستماع إلى الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بصاطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم إذن بعد أن قرأنا هذه الآيات الكريمة ننتقل وإياكم إلى تعرف القاعدة التجويدية والقاعدة التجويدية التي لدينا هذا اليوم هي قاعدة الإقلاب أولا نتعرف ما معنى الإقلاب الإقلاب هو إبدال النون الساكنة أو التنوين ميما إذا جاءت قبل حرف الباء إذن الإقلاب يدخل ضمن أحكام النون الساكنة والتنوين ضمن الأحكام التجويدية إذن لكي نطبق قاعدة الإقلاب نحتاج إلى شرطين رئيسيين أول شرط هو أن يكون لدينا أو أن تكون لدينا نون ساكنة أو تنوين والشرط الثاني هو أن يأتي بعد هذه النون الساكنة أو التنوين حرف الباء إذن عندما يتوفر لدي هذا الشرطان تكون لدي نون ساكنة أو تنوين وبعده حرف الباء هنا أطبق قاعدة الإقلاب ماذا تقول هذه القاعدة؟ هو أنني أقلب هذه النون الساكنة أو التنوين أقلبها ميما مع الغنة ونأخذ المثال لكي تتضح القاعدة أكثر يقول الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتة والله أنبتكم إذن هنا لدينا النون الساكنة نلاحظ هنا النون الساكنة أنبتكم جاءت بعدها أو جاء بعدها حرف الباء إذن القاعدة تقول أنه يجب أن أطبق قاعدة الإقلاب هنا فأقلب هذه النون الساكنة ميما ولهذا نلاحظ هنا أنه كتبت ميم صغيرة في الأعلى لكي ننطقها على شكل ميم لا نقول أنبتكم وإنما نقول والله أنبتكم من الأرض نباتة إذن نقلب هذه النونة ميما ونستعمل الغنة أي نخرج الصوت من الخيشوم أو من الأنف إذن كانت هذه هي القاعدة التجويدية قاعدة الإقلاب ويمكنكم أن تبحثوا في السورة عن بعض الأمثلة الأخرى لهذه القاعدة إذن بعد أن تعرفنا على قاعدة الإقلاب نمر وإياكم إلى تعرف معاني أهم المفردات التي وردت في السورة وردت في هذه السورة عبارة استغشوا تيابهم نوح عليه السلام عندما كان يدعو قومه قال استغشوا تيابهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أدانهم واستغشوا تيابهم معنى استغشوا تيابهم أي غطوا وجواهم ورؤوسهم بتيابهم استغشوا واشتقوا من فعل غشاء ومنه الغشاء نقول الغشاء أو الغطاء يعني ما يغطي الشيء استغشوا تيابهم أي غطوا وجوههم ورؤوسهم بتيابهم وأصروا يعني تشددوا وبالغوا أي أنهم لم يتنازلوا عن الأصنام التي يعبدونها وإنما أصروا عليها نعم كذلك من بين المفردات التي وردت في هذه السورة كلمة مدرارة في قول نوح عليه السلام عندما كان يدعو قومه قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارة أن ينزل عليكم مطرا غزيرا ومتتابعا ثم كلمة أطوارا معناها حالات مختلفة حالات مختلفة وقد خلقكم أطوارا يعني خلقكم الله سبحانه وتعالى على حالات وعلى مراحل مختلفة ثم أنبتكم أنبتكم يعني أنشأكم والله أنبتكم من الأرض نباتة أي أنشأكم من الأرض وخلقكم من الأرض ثم سبلا فجاجة وسلك لكم فيها سبلا فجاجة أي طرقا واسعة فالله سبحانه وتعالى جعل لنا في الأرض مجموعة من الطرق ومجموعة من المسالك التي نسلك فيها ونسير فيها وجعلها سهلة مذللة لكي نستطيع أن نتحرك فيها ولم يجعلها كلها جبالا أو مرتفعات يصعب معها أن يسير فيها الإنسان ثم لا تذرن في كلام قوم نوح عندما أصروا على آلهتهم قالوا لا تذرن آلهتكم ومعنى هذا لا تتركن آلهتكم أي لا تدعوا آلهتكم وتتبعوا نوح عليه السلام ثم وردت بعض الأسماء في الصورة مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهذه كلها أسماء الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح عليه السلام ثم ختمت الصورة بهذه الكلمة تبارا في دعاء نوح عليه السلام ولا تزد الظالمين إلا تبارا ومعنى هلاكا ودمارا أي لا تزدهم إلا الهلاك وإلا الدمار إذن بعد أن تعرفنا على أهم هذه المفردات التي جاءت في هذه الصورة ننتقل وإياكم لنتعرف معاني الآيات التي قرأناها قبل قليل إذن من أعظم المعاني التي يجب أن نتعرف عليها من خلال هذه الصورة هي أن نعرف جهاد نوح عليه السلام وصبره وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة واتخاذه جميع الطرق الممكنة لإرشاد قومه ونصحه إذن هذا ما استفدناه من الآيات الأولى من هذه الصورة هي أن نوح عليه السلام صبر وضحى في سبيل تبليغ دعوته وقد سردت لها الآية مجموعة من الوسائل التي استعملها نوح عليه السلام ليقنع قومه باتباع الحق نعم حتى قال وإني دعوتهم جهارا وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفر إذن استعمل جميع الوسائل الممكنة من أجل إقناع قومه ثم نستفيد كذلك أن نوح عليه السلام بعد أن استنفذ كل الطرق الممكنة دعا على القوم الظالمين بالهلاك والدمار لأنهم اتبعوا كبراءهم وعبدوا الأصنام من دون الله إذن نوح عليه السلام بعدما استعمل جميع الوسائل الممكنة لمحاولة إقناع قومه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بعدما يئس منهم ولم يتبعوه دعا عليهم بالهلاك والدمار فقال رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا بعد ذلك دعا نوح عليه السلام لنفسه وغيره من المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة في ختام هذه الصورة فقال رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا هلكا إذن بعد أن تعرفنا على أهم هذه المعاني التي نستفيدها من هذه الصورة نحاول أن نوظف هذه المعاني التي تعلمناها في حياتنا اليومية ونلاحظ هذه الصورة التي لدينا هنا نتأملها جيدا ثم نحاول أن نذكر كيف يمكننا أن نحسن إلى والدينا وإلى كل من هو في حاجة إلى المساعدة إذن الصورة توضح لنا امرأة أو سيدة عجوز تحاول عبور الطريق وهذه الطفلة الصغيرة تحاول مساعدتها لكي تعبور الطريقة من ممر الراجلين وتأخذ بيدها إذن نستفيد أنه يجب علينا أن نحسن إلى جميع الناس وبالخصوص إلى من هم أقرباء منا وخاصة الوالدين ثم نتعرف كيف نقتدي بنوح عليه السلام في صبره وإصراره إذن نوح عليه السلام أعطانا مثالا ودرسا كبيرا في الصبر والإصرار يمكن أن نقتدي به في حياتنا في جميع المجالات يمكن أن نقتدي به في دراستنا يمكن أن نقتدي به في علاقتنا مع الناس إذا تعرضنا للأداء إلى غير ذلك في الدراسة يمكن أن نصبر على مشاق الدراسة من أجل النجاح ثم في علاقتنا مع الناس إذا تعرضنا للأداء أو تعرضنا للإساءة فيجب علينا أن نصبر وأن نتحمل اقتداءا بسيدنا نوح عليه السلام إذن في الختام نترككم إلى درس لاحق وإلى فرصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته